ارتفاع وطيرة العمليات الفلسطينية وتوسع رقعتها باتجاه جنوب الضفة أفقد المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل صوابهما واتزانهما فجأت جلسة المجلس الوزري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لتعكس العجز الإسرائيلي في معالجة الوضع الأمني وإيجاد حل للعمليات الفدائية في الضفة الغربية جهات أمنية شاركت في نقاش الكابينت قالت إنه كان نقاشا هذيا وغير مهني وتميز بالخلافات بين الوزراء ولم يكن موضوعيا هذا النقاش يدلي بكثير عن هذه المجموعة التي تحاول دفع رئيس الحكومة ووزير الأمن إلى أماكن لا يريدون الوصول إليها الإرباك الإسرائيلي في التعامل مع الوضع في الضفة فجرى مواجهة داخل الكابينت الذي كان يفترض فيه إيجاد حلول للمعضلة الأمنية والتي تحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين الوزراء عن الفشل في ضبط الوضع الأمني في الضفة رئيس الحكومة عقد جلسة للكابينت وهو المنتدى الأشد حساسية لاتخاذ القرارات في إسرائيل والنقاش في الجلسة تحول بسرعة كبيرة إلى مواجهة مباشرة بين وزيري الأمن والأمن القومي المواجهة بين غالنت وبينغفير في الكابينت تدل مرة أخرى على الفجوات المهمة جدا بين جهات مختلفة في الحكومة والتي هي ظاهريا حكومة يمين كاملة ولكن هناك مفاهيم جوهرية مختلفة ظهرت في نقاش الكابينت وفيما دعا رئيس الحكومة السابق إيهود باراك إلى إطاحة الحكومة الفاشلة التي تبدو نقاشاتها كروضة أطفال على حد تعبيره أشار خبراء إلى أن صورة الوضع في الضفة أكثر تعقيدا مما يعتقدون في المستوى السياسي إذ لا حلول سحرية للعمليات الفلسطينية